مرحبا بجميع أصدقائنا في قناتكم معالم المعرفة أنا رشيد واليوم سأقدم لكم أحد أروع عروضنا المستمرة من هجمات الحيوانات المفترسة في عالم الحيوان كل مقاطع الفيديو التي لا تصدق ستجدونها معنا في قناتكم المميزة لقد بحثنا جيدا وجدنا لكم مقاطع فيديو جديدة وحصرية التي ربما لم تشاهدها بعد بالإضافة إلى الأجزاء الأخرى التي قمنا بنشرها لكم سابقا دعونا لا نطيد كلام نذهب مع بعضنا للاستمتاع بمشاهدة هذه المقاطع الحصرية تتبتع بعض الحيوانات بخصائص فريدة تجعل من السهل التعرف عليها وتمييزها عن باقي الحيوانات الأخرى واحد من هذه الحيوانات هو الحمار الوحشي بخطوطه السوداء المذهلة على جسمه الأبيض وسرعته الكبيرة التي تتعدى 65 كم في الساعة قد يتم التقرير من أهمية هذه الحيوانات من قبل الأشخاص الذين يعتقدونها أنها مجرد فريسة سهلة منال للحيوانات المفترسة الإفريقية ومع ذلك هذا ليس هو الحال تماما إذ أن الحمار الوحشي هو أحد أخطر الحيوانات في البرية ولهذا فإنه من الخطر على أي حيوان مفترس غير مستعد أن يقوم بالهجوم عليها فعندما يظهر الحمار الوحشي كامير قوته يمكن أن يخطئ معظم الحيوانات المفترسة في تقديرها بادئا ببدء يمكن للحمار الوحشي الركض بسرعة مذهلة تصل إلى 65 ميلا في الساعة ومن الصعب بالفعل استيادها من قبل أسرع الحيوانات المفترسة في البرية تمتلك الحمار الوحشي أيضا سلاحين قويين للحماية نفسها وهي العضات القوية التي تستخدم في أغلب المعالك مع الحمير الوحشية الأخرى والسلاح الثاني هو ركلاته القوية والقاتلة يمتلك الحمار الوحشي واحدة من أقوى الركلات على الكوكب بأسره هذه الركلة قوية لدرجة أنها يمكن أن تقتل حتى الأسد البالغ إذا أخطأ في تقديرها شهدت الحمير الوحشية وهي تفتلس الأسود معظم الأسود لم تمت بسبب هذه الركلات لكن لا بد أنها قضت ساعات طويلة في رؤية النجوم الصغيرة ليلا وهي ساقطة على الأرض بسبب الإصابة القطيرة التي تعرضت لها تم الإبلاغ أيضا عن مهاجمة ذكور الحمير الوحشية للفهود التي تقترب من قطعانها للهجوم عليها ومحاولة صيدها بصغارها يمكن للحمار الوحشي الغاضب أن يقتل الفهد بسهولة بركلاته القاتلة وخاصة إذا تمكن من الإمساك به فلن يجد لنفسه طريقا للإفلات كما شهدت العديد من الحيوانات المفترسة الأخرى تتعرض للهجوم من قبل الحمير الوحشية التي لم تستطع التمتع بيوم جيد وإظهار قوتها بسبب الإصابة فهل يمكننا القول الآن أن الحمير الوحشي هو أحد أخطر الحيوانات البلية في عالم الحيوان؟ اترك لنا رأيك أسفل التعليقات في الآخر رجل يا أعزائي المشاهدين أن تكون مقاطع اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم لا تنسوا دوما وضع إجابكم بالمقطع كما لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يسيركم منا قلو جديد